أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات التنائية مع إيطاليا لمختلف الأصعادة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وكذلك التنسيق إذا أكافت القضايا محل الاهتمام المشترك سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك وخلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر السفير مكالي كورورني أعرب مدبولي عن تطلع مصر للبناء خلال الفترة القادمة على الزخم الإيجابي للقاء الذي تم بين الرئيس عبدالفتح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني في شرم الشيخ على هامشي قمة المناخ من جانبها أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامي مع مصر في مختلف المجالات مشيدا باللقاءات التنائية رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا خلال الفترة القليلة الماضية كما استعرض السفير الإيطالي عددا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة القادمة وذلك في مجالات الطاقة والنقل البحري والاستصلاح الزراعي وغيرها